اشتركوا في القناة زر on off هو للتشغيل واضح هذا الزر الثاني هو زر mode اخواني متوفر في جميع المكيفات وهو خاص بالتبديل في الوضعيات زر mode هذا من هنا نختار الوضعيات التي يعمل عليها المكيف اذا الوضعية الاولى هو يشتغل المكيف بوضعية اوتوماتيكية يضبط درجة حرارة اوتوماتيكيا المروحة تشتغل اوتوماتيكيا اذا كان الجو بارد سيستغل تسخين اذا كان الجو ساخن سيشتغل تبريد اوتوماتيكيا cool هنا نضغط ضغطة اخرى cool علامة الثلج معناه ان المكيف يشتغل تبريد هنا في فصل الصيف نختار درجة الحرارة المناسبة كلما انقصنا درجة الحرارة كلما كانت البرودة اكثر 25 هي احسن درجة من ناحية استهلاك الكهرباء DRA هذه او دري وعلامة قطرة الماء اخواني هي خاصة بالتجفيف اخواني عفوا وامتصاص الرطوبة من داخل الغرفة محببة للمناطق السحلية التي تكثر فيها الرطوبة شغلها لمدة ساعة او ساعتين في اليوم حسب الحاجة المود الاخر heat كما تلاحظون علامة الشمس هي للتسخين في فصل البرد في الشتاء اقصى درجة حرارة التسخين هي 30 درجة ارفع درجة حرارة واقصى درجة هي 30 درجة في التسخين من زر مود هنا تختار التبريد والتسخين تضغط ضغطة اخرى فان كما تلاحظون علامة المروحة هنا المكيف تشتغل المروحة الداخلية وفقط بدون تبريد بدون تسخين مروحة وفقط هذا ما يعمله هذا الزر زر مود هنا هذا الزر فيه علامة الهلال كما تلاحظون اخواني هو خاص او تجدونه مكتوب sleep في المكيفات الاخرى هذا معناه اخواني انه خاص بوضعية النوم تظهر علامة الهلال في الشاشة وضعية النوم هذه ما معناها يعني اقتصادي في الطاقة وكذلك تنقص الضوضاء وكذلك اذا اخترت مثلا درجة حرارة 20 في الليل وشغلت sleep هذه علامة الهلال المكيف الخاص بك سيرفع درجة الحرارة درجة واحدة لكل ساعة مثلا اخترت 20 ستصبح 21 بعد ساعة 22 بعد ساعة اخرى حتى تصل الى 26 درجة وتتوقف ذلك تماشيا مع الجو في الليل لكي لا تمرض وكذلك للاقتصاد في استهلاك الطاقة وانقاص الضوضاء لنوم هانئ ومريح اذا الزر الاخر سيت هذا اخواني اذا ضغطت عليه تظهر علامة رجل هنا في الريموت كونترول لاحظوا اخواني تومض يعني تظهر وتختفي علامة رجل تضغط على سيت ثم تضغط على اوكي لتفاعلها لاحظوا اخواني حين تضغط على اوكي تثبت هذا علامة الرجل الصغير ما معناها هنا اخواني معناه ان المكيف سيصبح يعمل بدرجة حرارة الريموت كونترول هذه الريموت كونترول تصبح تعمل كمحرار اذا انت جالس في ركن من الغرفة سيتتبع درجة حرارة الريموت فيها حساس يتحسس درجة الحرارة وهي سيعمل على تلك الحرارة التي يتحسى من الريموت كونترول وكذلك الريموت كونترول الخاصة بك ستصبح محرار في هذه الحالة يمكنك قياس بها درجة الحرارة خارجا او داخل الغرفة ستعطي قراءة درجة الحرارة انت الموجود فيها والموجود الريموت كونترول فيها اذا اردت ايقاف تشغيلها قم بالضغط عليها سيت ثم اوكي ستذهب العلامة من شاشة الريموت هذه علامة المروحة هذا الزر اخواني هو خاص بسرعات المروحة الداخلية كما تلاحظون السرعة الاولى السرعة المتوسطة السرعة القصوى او السرعة الاوتوماتيكية تعمل اوتوماتيكيا المروحة الداخلية الخاصة بالمكيف زر تيربو هو خاص بتبريد اسرع او في اقصر وقت ممكن او تسخين اسرع في فصل الصيف يعني اذا شغلت تيربو المكيف سيعمل باقصى طاقة ليصل درجة الحرارة في اقصر وقت ممكن زر سوينغ هو خاص بموجه الهواء من الاعلى الى الاسفل الذي يصعد وينزل يوجه الهواء اذا ضغط اكثر من ثانيتين باقي الضاغط سيتحرك السوينغ الداخلي الذي هو في داخل الوحدة الداخلية من اليمين الى اليسار اذا كان في مكيفك هو مزود بمحرك زر ليد هذا الزر اخواني ايضا متوفر في جميع المكيفات هو لاطفاع الاضواء في شاشة المكيف لا تظهر لا ارقام ولا اضواء المكيف يبقى يعمل عادي ولكن الاضواء تختفي لمن يزعجهم الاضواء في الليل زر ركلان هذا اخواني هو خاص بالتنظيف الذاتي للمكيف يمتص الرطوبة الموجودة في المكيف لكي لا تكون هناك روائح كرهة فحين تضغط عليه المكيف سيبدأ عملية التنظيف لا يبرد بل سيعمل عملية التنظيف وامتصاص الرطوبة وتجفيف الوحدة الداخلية من الماء لكي لا تكون رائحة وتظهر سي ال في شاشة المكيف حين ينتهي سينطفئ ينهي التنظيف قم باعادة تشغيله قم بهذه الخاصية مرة في الشهر او مرة في الخمسة عشر يوم هذا الزر النجمة اخواني هو لارجع الاعدادات الافتراضية للمصنع وكذلك يرجع الى وضعية اقتصادية يشتغل اوتوماتيكيا بـ 26 درجة والمروحة تشتغل اوتوماتيكيا وكذلك ترجع الى الاعدادات التي خرجت منها الريموت كنترول في المصنع لقفل الريموت كنترول لكي لا يعبث بالاطفال من زر تيربو وزر كلان تضغط مطولا تظهر علامة القفل في شاشة الريموت كنترول بهذا الشكل بهذا الشكل الاطفال لن يعبث بالريموت كنترول لن يخربوا البرنامج الذي ضبطته يعني اضغط على الازرار لن يتغير اي شيء فالريموت كنترول مؤمنة ومقفلة لاعادة ازالة القفل اضغط ايضا مطولا لمدة ثانية او ثانيتين على الزرين معا ستختفي زر تيربو وزر كلان سيختفي العلمة اذا هذا الزر الموجود فيه الساعة كما تلاحظون اخواني هو لتشغيل مكيب بالوقت وتوقيفه بالوقت هنا تضغط على هذه الساعة تظهر ON بعدها يمكنك التعديل من الاسهم على التوقيت الذي تريد ان يشتغل فيه المكيف هنا تظهر ON سنعدل على التوقيت مثلا اخترنا ساعة او ساعتين او ساعة ونصف بعدها حين تنقذ هذه المدة سيشتغل المكيف لوحده كما تلاحظون تظهر ضغطة اخرى تظهر OFF ايضا يمكنك التعديل على التوقيت هنا لينطفي المكيف لوحده يمكنك النوم وضبطه على الانتفاء بعد ساعة سينطفي وحده بعد ساعة حين تظهر هنا ON و OFF هذه الساعة هنا معناه ان التوقيت مشغل في المكيف الخاص بك حين تكون لا تظهر معناه انه غير مشغل لإعادة إيقاف تشغيله قم بإطفاء ريموت كونترول وإعادة تشغيلها سيذهب التوقيت الخاص من المكيف خصوصا خاصية الإيقاف يمكنك ضبطها أثناء النوم ليتوقف بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أوتوماتيكيا وأنت نائم فهي خاصية جيدة في المكيف هذا بالتفصيل إخواني كل الدروس خاصة بالريموت كونترول شرحت وتجدونها في قناتي يمكنكم العودة إليها أنواع أخرى إذا لم تجد النوع الخاص بك في هذه الريموت شكرا لكم على الحسن المتابعة يشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته